اشتركوا في القناة وجزائريين بمدينة تندوف ووضع بنية تحتية ملائمة لاستقبال المقاتلات الروسية الصنعة والقدر على استيعابها وتشغيلها بحسب ما نشرته جريدة الأسوع الصحافية كما أن الأعمال والزيارات بدأت منذ مدة إذ تمت تقوية المدرج الثاني للمطار وإعادة المدرج الأول لاشتغال وتوسيع المطار العسكرية بتندوف ليكون أكبر مطار للقوات الجوية بالجمهورية الجزائرية واعتبرت الأسبوعي أن التجهيزات التي تقوم بها الجزائر لها علاقة ببدء المغرب أشغال تشييد تكن عسكرية بمنطقة جرادة شرق المملكة وتؤشر المستجدات التي ينهجها النظام الجزائري لاستعداده المستمر لأي تطورات عسكرية محتملة مع المغرب وتشهد المنطقة المغاربية في السنوات الأخيرة عدة تغييرات على المستويين السياسي والأمنية حيث أصبحت المنطقة وجهة مهمة لصادرات الأسلحة التقليدية والمتطورة إذ كشفت تقارير دولية أن الجزائر والمغرب هما المستوردان رئيسيان للأسلحة في المنطقة وفي كل القارة الإفريقية نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء